السلام عليكم كنتم منها تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة اليوم بإذن الله مع وصفة جديدة سنشارك معكم كيكة من أسهل وأبسط الكيكات اللي ممكن أنكم تحضروها كيكة محشية بالكريمة كتجي عالية وكتجي لديدة من أروع ما يكون فبالما نتوع عليكم نخليكم تكتشفوا المقادير وطريقة التحضير فأول حاجة سنبدأ بسم الله على بركة الله سنبدأ بالكريمة بالنسبة للكريمة في واحد الكسرونة وضعت 250 ملي لتر الحليب ما يعادل 1 ربع لتر سنضيف على هذا الحليب القياس دي الواحد زوج معالق كبار من السكر سكر حبيبات ثم سنقوم بإضافة ملعقة كبيرة ممتلئة من الناشا وسنضيف ملعقة من بودرة الكريم باتيسير إلا ما كانش متوفر عندكم فتقدروا تعودوه بواحد الحبة ديال البيض وسنضيف ملعقة صغيرة من الفانيلا وسنخلط هذه المكونات جيدا ونضعهم فوق النار على واحد النار اللي كتكون مهيلة مع التحريك المستمر حتى كيوصل الخالط ديال لدرجة الغلايان وكيولي بحلاك كتولي لدينا كريمة ونضيف ملعقة صغيرة من الزبدة ونحرك جيدا حتى الدوب وإلا ما كانتش متوفرة عندكم ونضيف ملعقة صغيرة من الزبدة فيمكن لكم ما تضيفوهاش يعني تكتافيوه بالكريمة غير حال هكا غييك تعتنا ذاك القوام كريمي بالكريمة سوف نضعها الكريمة جانبا ونمرو الان لتحضير الكيك فبنسبة الكيك كيف مما كتشوفو في واحد فرق الإيناء ثم نضيف الملح ونضيف الفانيلا قدستعد قيسية من الزبدة ونضيف Gonna 함께 نضيف علبة ممتلئة جيدة من السكر نضيف علبة غير ممتلئة نضيف علبة ممتلئة نضيفخ الأمب نضيفخ الأمب نضيفخ الأمب جيدا ثم الآن غادي نقوم بإضافة دائما بنفس العلبة نصف علبة من الحليب وغادي نولي نخلط وبنسبة المكونات غادي نخليها لكم كيف العادة مكتوبة في صندوق الوصف ثم الآن غادي نبدأ في إضافة الدقيق فغادي نعبر معكم الكمية بالنسبة الكيمية غادي نحتاج ثلاثة دي العلب ديل الدقيق بهذا الشكل هذا وغادي نحتاجوا واحد الكيس من خميرة الحلويات يكون الوزن ديلو 16 جرام فإلا استعملتوا ديل 7 جرام أو 8 جرام غادي تستعملوا جوج أكياس غادي نغرب لهاد الخميرة هكا باش ما يكونش هكا فيها ما يكونش في هذوك الحبيبات عادك نضيفها وغادي نخلط واحد شوية وغادي نولي نخلط جيدا وكيف مما قلت لكم مرة المكونات كلها تقدروا تخلطوها غيء بالخلط اليداوي وهانتو ما بعد ما خلط المكونات كلها جيدا غادي نحاول نوريكم القوام ديال الكيك كيفاش كي يكون وبالنسبة الكيمية ديال الدقيق هراك تبقى على حسب النوعية دياله الاساس غادي تحصلوا على كيكا بهذا القوام هذا خلط ديال كيك بهذا القوام هدي ناخد الان واحد اللاطة اللي كدخل الفن بالنسبة اللاطة دهنتها فرشتها بورق الزبدة ودهنتها هكا من الجوانب بالزبدة ورشتها بالدقيق فكان فرغوا هذك الخليط ديال الكيك وكان اخدوا الان هذيك الكريمة كان حاولوا نضربوها هكا جيدا عاد كنستعملوها وغاد نوضعها الان في واحد البوش او كديروها غيفشي كيس هكا بلاستيكي باش يسهل علينا اننا نوزعوها وغاد نحاول نوزعها الان فق ملكيك ديالي بها الطريقة هذي او تقدروا تديروها هكا بشكل حلزوني كديروها كتبدو من الوسط كتمشيو بشكل حلزوني كذلك يجي شكل ديال هزوي اصلا هذي الكريمة هذي فقد دخلها كامل داخل كتجي وسط من الكيك وبالنسبة الكريمة فقد جي نيشان يعني اه على حسب الكيكة ما كتبقى الشيطانة فالان كيف ما كتشوفوا بعد ما وزعت هذيك الكريمة غاد نزين هكا بشوية ديال 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 اللوز ايفيلي وتزين تقدرو تزينو او تدخلو هاغي بحال هكا الفران انا هنه غاد ندير فوق منها شوية ديال لوز ايفيلي كيجي شكل ديال هزوي وهذي ندخلها الفون بالنسبة الفون كان يكونوا مسخنين ومنقبل على مية وسبعين او مية وثمانين درجة على حسب الفون ديال كل لوحدة ونطلقوا بعد ما طيب الكيكة ديالنا وهنتو ما لاحظوا معايا كيفاش كتجي الكيكة ديالنا ما شاء الله كتجي طالعة وخل مكوينة ديالها بزيطة وبالنسبة القياس ديال اللاطة اللي استعملت فبزر ديال اخوات غاي سولوني فاستعملت هدي القياس ديالها 26 سنتيم غادي نمرر هكا تقدرو ديرو هاتف ديال 28 سنتيم كيجي كتجي شي شوية بتاكتر من هكا ولكن في نفس الوقت را كتجي يعني زوينة لعلو ديالها كيكون زوين صافي هنتو ما لاحظوا معايش كتجي عالي هاد الكيكة وكتجي اكتر من رائعة وكتجي هديك الكريمة هكا فيها في الوسط وصافي غادي نقلبها الان باش نوضحها في صحن ديال التقديم وطبعا را كتخليوها حتى كتبرد عد كتقدموها انتو ما شوفوا الكيكة كيفاش كتجي هالشق وكتجي زوينة هادي نوضحها في صحن التقديم وصافي تقدروا تقدموها غب حال هكا او ترشو فوق منها شوية ديال السكر سقيل على حسب الرغبة ديالكم انا بالنسبة لي غادي ندهنها هكا غب شوية ديال المرابة ديال مشماش كندهنها هكا هدوك الجوانب وكندهنها هكا شي شوية من الفوق باش كيجي كجي فيها هكا ديك اللمعة وكتعطيها منظر وصافي كيكون هدا والشكل ديالها بحضو معايا كيفاش كجي كجي اكتر من رائعة كجي زوينة بزاف وغادي نقطع لكم اكيد باش شوفوا الشكل ديالها من الداخل ووصلنا نهاية الفيديو نتمنى ان الوصفة ديال يوم تكونات الاعجاب ديالكم انكم تجربوها تبرتجيوهم على الاصدقاء والاحباب ديالكم طبعا الاجبكم فيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد الوصفات وبنسبة شكل ديالها من الداخل هانتو مرة كتجي بنينة وكتجي لديدة بها ديك الكريموها كامل الداخل وصلنا نهاية الفيديو نتلقى فيديو قادم مع وصفة اقراض في امان الله وحفظي والسلام عليكم ورحمة الله